أليات عدة يستخدمها المنقذون عند وقوع الكوارث ومنها الزلازل تساعدهم بالوصول إلى عالقين تحت الأنقاض وانتشالهم قبل فوات الأول وسائل إعلام عالمية أكدت أن عمليات الإنقاذ تبدأ بتحديد المناطق المنكوبة والمأهولة بالسكان والبحث عن الفراغات بين الحطام حيث يمكن تواجد ناجين فيها يتبعها استخدام أدوات خاصة للبحث عن الأصوات الضعيفة تحت الركام فيما يجب الحذر من انهيارات مفاجئة في المباني ولإزالة الأنقاض تستخدم فرق الإنقاذ المعدات الثقيلة كالحفارات وتتم الاستعانة بمجسات ثاني أكسيد الكربون للبحث عن ناجين فاقدين للوعي إضافة إلى الكاميرات الحرارية والكلاب المدربة على استخدام حاسة الشم لرصد أي علامات للحياة وتباشر فرق الإنقاذ المغربية بمساعدة فرق أجنبية البحث عن ناجين بين أنقاض الزلزاب على أمل الوصول إليهم وهم على قيد الحياة